أنا دلوقتي يا دكتور مثلاً في البيت أب أو أم إزاي أعرف أننا ابني دلوقتي مدمن أو وصل لمرحلة الإدمان إيه الحالات اللي أنا بشوفها عليه عشان أقول أني ده خلاص فعلاً أنا حاسة أني ابني ده مش مظبوط أو سلوكياته مش مظبوطة ده علامات بسيطة وده اللي إحنا الهدف نقدمه من حلقة بتاعت حضرتك النهاردة النهاردة أكتشف إزاي أننا ابني بياخد حاجة أو جوزي بياخد حاجة أو مراطي بتاخد حاجة أكيد أي حد في الأسرة بنقابل حاجات دي كتير النهاردة أنا هعرف إبني إزاي أن داخل من برة كلام كتير لسان تقيل في الكلام تحت يعنيه فيش حب فيه سواد فيه حمر في العين فيه تغير في الشهية كتير فيه بياخد فلوس كتير تقلب في المزاج النوم متقلب أنه أنا أنا كنت بقنامي الساعة كذا بقيت بقنامي الساعة كذا مالوش مراحل يا دكتور يعني بدايته زي كلها واحدة لا لا ليه ليه مراحل بتختلف مخدر عن التاني بتختلف شخص عن التاني ما إحنا برضو هايزين نتكلم برضو عن أنواع المخدرات نفسها تمام أو أخطر المخدرات يعني بنقول الأعراض بتاعت المخدر الفراني طيب خلاني نبتدي بأقصى حاجة وهي الهروين ده أخطر حاجة أخطر حاجة يعني ده المخدر اللي أنا بسميه أخطر قنانية فيه نزل أسوأ منه نتكلم عنه كريستا المس اللي هو؟ الكريستا المس اللي هو الشابو اللي مشهور بالشابو مخدر الشيطان ده طبعا بقى منتشر دلوقتي كتير قوي يا دكتور جدا اللي بيخليك يعني زي هلوسة بتوصل لأنك انت مش مستوعب أي حاجة حواليك مش منتشر جدا مغيب بمعنى صح أه وفي وسط جميع الأوساط يعني اللي بي الطبقة الرقية وال كله الوسط واللي تحت كله بياخد طب وده سعر يا دكتور سهل لأي طبقات؟ ما هو انت كده لأسف انت بتجري ورا انك انت تمدي ايدك وتسرق علشان تجيبه خلينا بس الأول نقول ان شبابنا مستهدف فعلا شبابنا مستهدف وفيه حرب بيولوجية على شباب الوطع العربي كله يعني نهاردة هما بتبقى حاجة نزلة بغالية جدا ومسلا حاجة بيجيبها بألف وستمائة بألف وسبعمائة جنيه وفجأة نهاردة تبقى بتلتمائة جنيه ولا ربعمائة جنيه فرق كبير ده وانتشار غير عادي طيب خلينا ما فيش حاجة بترخص مخدر زي مخدر الهروين ده ملا كان زمان في التمنينات بياخدوه ولاد الزواج اه طبعا النهاردة يعني بيرخص بكتير ومنتشر جدا يعني بعض الحاجات المخدرة التانية اغلى منه يعني هو عمال يرخص علشان الشباب علشان الشباب تروح لي على طول اه خلينا نرجع للسؤال بتاع حاضرتك ان ازاي اكتشف كده هروين هلايا الولد قعد بسقط اكي اللي هما بيسموها كده قعد مش فائق كويس نهاردة حاضرتك لو تيطيلوا حاجة يقراها هتلاقيه مش عارف مش مركز انا مش جايبة اه شهية مفيش اه بياخد فروس كيل جدا اي خساسان طبعا زايد يبتدي يستحوز عليه ويدخله في عزلة وانطوائية وبيضم على بعض الشباب اللي هو ايه بيتعطى معهم واحدة 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 هيبقى هو الأولوية الوحيدة اللي في حياته اللي بيعملها اي لو فيه شغل هو الأولوية اهم من الشغل لو متجوز هيبقى عنده ولاد هيبقى هو أولوية اهم من الولاد في مصرفهم وفي كل حاجة بس هو واحدة واحدة بيسحبه زي ما بيروه في الأول الشهر العسل أولاني اللي هو بيستمتع وعلى طول مش هنا خلاص كده أو بعد كده بيضمره بيطفل كل الأحاسيس السيئة اللي بواه طيب خلينا ننال على الكريستل مس الكريستل أفل شهية تماماً عدم نوم بالخمسة أيامه ويقال كمان بالأسبوع ما فيش نوم خالص؟ ما فيش ما بينامش ما بينامش لذلك بيسبب في بعض الوفيات يعني القتل يعني أنه ممكن يقتل يقتل جهاز العصبي النهار ده حضرتك خلاص انت بتضمع عدت 48 ساعة ما نمتيش طبع عدت 72 ساعة ما نمتيش طبع عدت 4 أيام ما نمتيش الجهاز العصبي بعمل إزاي تخيرها حركة ساعة العربية مثلاً وانت مش نايمة بقالك 4 أو 5 أيام مثلاً فهو مش هنا هو أهم حاجة ما أنا حكته قاعد بيها على طول فهو خلاصية دي أهم حاجة عنده مش هم الأكل مش مهم الشرب مش مهم أي حاجة في الدنيا مش هم الشغل طالما حكته عنده هو قاعد خلاصية كده بعرفه إزاي وقاعد على طول يعني خلاص كده دلوقتي بقى خلاص مسيطر عليه جداً خلاص استحوذ عليه مفيش آمل شكراً